حالة استياء من مسئولي نادي بيرامدز بعد الأخطاء التحكمية المتعمدة في مباراة نادي الزمالك اللي جمعته مع بيرامدز في السوبر المصري بالأمس وطبعا جده حضراتكم شفته البوست اللي نزله اللي بيكلم أو بيخاطف فيه عشوره بيقوله انت هجي لك نوم إزاي ونشر الحالة التسلل مفيش تسلل لأن اللعب اللي أحرز الهدف ما كانش متسلل وده يخدنا على الأخ أحمد سالم اللي ماشي بمبدأ خدوهم بالصوت ليغلبوكم طالع بيقول أداء التحكيم ما كانش على ما يرام وما كانش جيد وده يندر أو ينبئ أو ينبئ بيه كارثة جاية في مطش السوبر أمام النادي الآلي وإحنا بنطالب بحكام أجانب يعني الحكام المصريين تبقى مزبطاه ومدياله هدف يعني شرعي مليار في المية ويتحسب تسلل وفيه عندك بنضاي يستاهل الطارد علشان تعمد الإزاء وإن كان فيه فرصة هدفه ما كانش فيه تنفسية على الكورة يعني فيه هدف شرعي مية في المية تم إلغاؤه بداعي التسلل الوهمي وكان نادي الزمالك في آخر دقيقة وكان الزمالك هيطلع بره البطولة ويلعب على المركز الثلاث والرابع وكمان فيه طرد حالة طرد ليه اللعب بتاعهم وكمان الهدف بتاع نادي الزمالك التعادل أصلا قاوت على مين على نادي الزمالك يعني خدوا قاوت من الشرعي قاوت هم اللي مطلعينه ومع ذلك طالع أحمد سلالم يقولك احنا عايزين حكام أجانب طب بقى مرت ايه طب دي ياريت وبقى في حكام أجانب ياريت ولا انت بت يعني خدوهم بالصوت ليغلبوكم ولا فيه مثل بيقولك مش عارف ايه ست جرانها فيه مثل كده بيتقال مصري فلانا ست جرانها فانت ماشي على هذا المبدأ ان انت تطلع تشاكك في التحكيم وتقول ان التحكيم فيه وفيه وفيه على الرغم ان التحكيم هو اللي خلاك تسعد ليه المباراة النهائية عجبت لك يا زمن ازاي الشخص ده بيطلع بكل البجاحة دي وبيتكلم على التحكيم اللي جامله واللي نكل بنادي بيرامدز على الرغم ان فيه هدف صحيح مليار فيلمية لنادي بيرامدز ما تحسبش بداية تسلو الفاكر ديها عشور اللي كان الرسم الفاكرين ماتش النادي الاهلي مع فارقه لما كان الرسم الخط على البطن بطن اللاعب بتاع فارقه وكان دماغه وكذفه مش سايبهم يعني مش تابع اللعبة ومش تابع وتحسب هدف تسلو على النادي الاهلي في ماتش فارقه وفيه مباراة تانية تحسب برضو تسلو واهمي على النادي الاهلي لما كان رومي ربيعة قالك تدخل مع اللاعب حارس مرمى المقاولين في زكا الوقت لما حسام حسن بتاع سموح اللي كان بيلعب في النادي الاهلي جاب هدف وقالك ده رمي ربيعة خد عينه وخد رجله وخد ايده وتلغى الهدف تلات نقاط على تلات نقاط هنا على تلات نقاط هنا بست سلعة تامن نقاط النادي الاهلي افتقدهم والكرة بتاعت ايمان اشرف اللي قالك ده واسب على اللاعب بتاع طلايا الجيش ولا بتاع الانتاج ورح جايب هدف قالك لقى ده يتلغي وفيه كرة زيئة في الدورة الانجليزية وتحدف الهدف اتحسب لكن التحكيم المصري اللي بيعاني الأمرين في مصر ويقولك ده بيطلع مصر قادي عشورة طبعا لا هتلاقي خالط فطوطة يتكلم ولا احمد جمالات يتكلم ولا اي حد من الناس دي يتكلم فالحين بس ان هم يتكلموا على النادي الاهلي النادي الاهلي بالمناسبة كان اداءه زي الزفت حرفيا زي الزفت طبعا في راحة لنادي سيراميكا وعمل فترة اعداد واللعبها مرتاحة وعمل صفقاته كل ده جميل وحلو زي الفل لكن في النهاية مش هو ده مستوى النادي الاهلي مستوى النادي الاهلي يحتاج تعديل كثير في المباراة القادمة امام نادي الزمالك ولكن قدمة البجاحة من احمد سلالم انه يطلع يتكلم على التحكيم والتحكيم لغيله هدف صحيح مليون في المية ومشترد له اللعب بتاعه في الداية 53 كان غير سر المباراة تماما وبيتكلم على المباراة وعلى الحكام عجبت لك يا زمان انتهى الفيديو بتاعنا بشكركم مرة واثنين وثلاثة وعشرة كان معكم احوكم هاني الشرقاوي والسلام عليكم